اهلا بحضرتكم من جديد الفقرة دي انا اتكلم فيها بعنوان فقدان الشغف ما بين الازواج الحقيقة في فترة الخطوبة او فترة بداية المعرفة كده بتلاقي في حالة كده من الشغف والمحبة وان كل واحد حريص انه يسأل على التاني وكل واحد حريص انه هو يرضي الطرف الاخر ممكن شوية يعني بتقل هذه الامور مع الزواج بعد الزواج يوم بعد الاخر شهر بعد الاخر عام بعد الاخر بتلاقي الشغف بيبدأ كده يعني ينتهي تماما ما بين اي طرفين متجوزين طب ده بيرجع لايه فين الحالة الجميلة اللي كانت موجودة ايام الخطوبة فين اللحمة الجميلة كده في العلاقات ما بين الطرفين وتحديدا في المناسبات والود تلاقي مثلا الزوج في الخطوبة لما يسمع عن خطيبته عيد ميلادها مثلا بقى عليه اسبوعين تلاقي عمال يلف على كل محلات عشان يعرف يجيب هداية ويسأل كل صحابه عشان يجيب هداية جميلة والعكس برضو الزوجة لما تحس انه مثلا خطيبها ايام الخطوبة جاي يزورها في البيت تلاقيها بقى بتتزين تلاقيها بتعمل كل حاجة جميلة عشان ترضي خطيبها الازواج بعد كده يعني بعد الزواج بيشتيكي ويقولك انا باجي البيت ما بشوفهاش الا بالصدفة وكذلك الزوجة تقولك بييجي البيت يا دوب بيريح وبينام ما بيعودش معانا فين الكلام بتاع زمان فين الود والحاجات دي كلها دي حاجات بيتعرضوا ليها بعض الازواج تحديدا بعد الزواج وده اللي بيقلل الشغف وبنان عليه لقدر الله بيتصل في المشاكل الزوجية لحد الطلاق وتلاقي مثلا بيبقى فيه تفكير اخر من بعض الازواج ان هو عايز يتجوز زوجة تانية الضمانا منه انه ممكن تعيد بعد ذلك هزي الزوجة الشغف لحياته والمحبة والطاقة الجميلة اللي بيحتاجها لحية اي زوج وبتحتاجها برضو اي زوج عشان كده موضوع مهم جدا هنستغل فترة عيد الاضحى بحيث انه يكون كده انطلاقة قوية لاعادة الشغف ما بين الزوجين اللي زعلانة من جوزها تحضر له دي جميلة كده في العيد ده اه هي اللي تحضر له دي ليه انا بقول كده لان خيروكم من بدأ بالسلام خيروكم من بدأ بالود والترحاب بيبقى ليه تأثير جميل جدا والعكس صحيح بحيث ان احنا نستغل اي مناسبة نستغل اي 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 مباركة ان احنا نحبب بعضنا في بعضنا ونحب كده بروحانيات ونحب ايضا كده من قلوبنا وليس المحبة اللي هي اي ما كده على المصالح والحاجات الاخرى عشان كده تفاصيل مهمة جدا ونصائح ان شاء الله نسمحها مع ضفتنا العزيزة الدكتورة اميمة عبدالله استشار الصحة النفسية والاجتماعية براحب بيك يا دكتور وكل السنة وحدك طيب خليك يا استوز عاصمة حضرتك بالصحة والسلامة ان شاء الله عيد سعيد على حضرتك وعقالين كلنا وعلى كل المعدين وكل القناة اللهم امين رب العين دكتور اميمة يعني في البداية عايز اتكلم كده وبساطة للسادة المشاهدين هو يعني ايه شغف في الاول طبعا حضرتك اشكرك على المقدمة الجميلة اللي قلتها الله يعزه حضرتك حضرتك يعني في المقدمة وضحت كتير من اللي احنا هنقوله فقدان الشغف اللي هو الشغف اللي هو الانسان بيقلف الشيء او بيعتاد عليه بمعنى حضرتك يعني اي شيء لو احنا حتى حبينا نقرب للسادة المشاهدين مثلا المعنى اي حد بيجيب مثلا شيء جديد في البيت مثلا بيبقى خايف عليه وخايف ليه كسر ويحطه في حتة كده ويحافظ عليه بعد شوية يعني زاولي حد له حد مثلا صاحب زميل حضرتك جاب عربية جديدة يبقى هيجنن لو حد يخدش هو خايف ويغطيها ويحطها في الضلة ويحطها في شغف تعال كده بعد مثلا سنة قبله ولا حاجة حتلاقيه رامي فيها مش عارفة ايه مش من الضفة ومن بيقول خلاص اللي هو في شيء اسمها الانسان بيقلف النعمة اعتاد عليها خلاص وكده يعني لكن طبعا ده في جزء بتاع الجماد انما البشر ما ينفعش ان يحصل معهم الاشياء دي او ان احنا نقلف خلاص ما هو دي زواج ان احنا يعني ده شريك حياتي شريك حياتي يعني كلمة شريك حياتي دي احنا لو فكرنا فيها الحياة كلها طول ما نعايش طول ما نحي يعني هو شريكي خلاص انا اخترت شريك حياتي او اخترت شريكة حياتي خلاص دي خلاص ما فيش المفروض ان انا المفروض احط في ذهني ان يعني هيحصل خلافات وهيحصل مثلا ان احنا نختلف مع بعض او او يحصل مشاكل او يحصل ازمات افكر دايما في الحلول مش افكر في اني دايما ان انا ايه الطرف ده خلاص ما ينفعش معايا ليه ما فكرش ليه دايما الناس بتفكر ده ما بقاش ينفع لي خلاص احنا ما بقاش متفقين طيب ما نشوف ايه ايه هي المشكلة اصلا ايه ونحلها اصلا يعني المشكلة لما حصلت انتو ما تغيرتوش انتو اخترتوا بعض وفيكم صفات اكيد انتو ما حدش بيجبر حد عالجواز يعني فانا زي ما حضرتك قلت في المقدمة هي كانت بتعمل حاجات جميلة بتلفط نظر خطبها وهو نفس الشيء برضو كان حريص على عيد ميلادها وحريص في اي مناسبة وبيقضي يفكر ويلفي طب ايه اللي جرى بعد كده ما هي الحاجات دي هي الحاجات الجميلة دي هي اللي كانت بتخليهم كل واحد متلهف ومستني من التاني حاجة جديدة يعني سير برايز اكيد يا طرح يجيب لي ايه يا طرح تيجي مثلا بعد الزواج يعدي يعيد ميلاد الزوجة مثلا هي يعني سقف توقعاتها يعني اكيد هو هيعمل لي حاجة ما حصلتش لما يجي هو يهد كل التوقع ده فبتحصل عندها حاجة كده ازاي ده مش ده اللي اخترته او مش ده اللي اخترته او مش ده اللي انا متوقعاه حتى لو هو عنده ظروف نفس الشيء برضو هو مستني من زوجته اللي كان قبل كده بيشوف منها اهتمام في عيد ميلاده اهتمام مثلا هو بيحب ايه الاكلة اللي بيحبها البرفيوم اللي مثلا كده مكان معين طريق التوضيب في البيت معينة ملاقاش الكلام ده هو سقف توقعاته ان هي عارفة خلاص انا بحب ايه فخلاص ومستني منها الحاجات كمان وعايز تجديد يعني اي شيء في الدنيا على فكرة انسان بيميل حتى لو حضرتك فيه لو احسن اكلة في الدنيا بتاكلها كل يوم هتمل منها حتى الفطار العادي بتاعنا احنا مثلا ايه يعني الطرق الاكل هو نبيه ممكن يبقى نفس الاكل بس بنغيره بنغير فيه عشان خاطر احنا ما نملش فهي الانسان نفسه يعني طبيعته اتخلق بيحب التجديد وبيحب ايه التغيير طريقة المكان نفسه يعني ممكن حضرتك بتحب مثلا تشرب قهوة قهوتك سبتة بس لما تشربها كل يوم في مكان تحس بتغيير اه يعني لو الزوجة مثلا بيحبوا حاجة معينة زي كده بيشربوا مثلا نس كافيش لو كل يوم مثلا نهاردة مثلا في الفرندة نهاردة لا حنروح كافيه معين لا بكرة نروح النادي نشربها بالبندق شوية نشربها برك شوية اه الحاجة اللي احنا معتدين عليها بنشربها هي هي بس غيرنا المكان فهنحس التجديد طيب فيه ناس بتمل بسرعة وفيه ناس بالها طول شوية على الملل وفيه ناس بتعتاد الامور وبتبقى بالنسبة لها عادي بسيطة يعني ايه الفرق وليه الناس يعني فيه بعض الناس بيملوا بسرعة يا دكتور بيملوا بسرعة ممكن يعني بصها حضرتك وممكن ان نجيب السؤال بطريقة تانية المفروض لما الطرف من الطرفين يحس ان الشخص اللي قدامه ابتدى بقى فيه فتور في العلاقة مثلا كان كل يوم بيسأل علي روحتي فين جتي منين ايه الاخبار يومك كان عامل ايه النهاردة لا هو ما سألش اسأل انا ما فيش حد يستسلم ان ايه هو ما سألش انا كم منه مش هاسأل يا سلام هو احسن مني في ايه كده هي على فكرة احنا مش داخلين في صراع احنا مش اعداء ده بالعكس يعني زي ما حضرتك قلت كده اللي يبدأ هو الكويس يعني يبقى فيه مرونة كده في التعامل اه يبقى فيه مرونة ما تبقاش واحدة بواحدة والتمس لاخيك يا متعوز ايوه يعني وبرده فيه انا بوجه للزوجة مثلا يعني كلمة او نصيح اللي هو يعني الراجل برضه بيخرج يعني فيه معترك الحياة بيقابل مشاكل وحاجات وهو بطبيعة الرجل ما بيحبش يحكي كل كبيرة وصغيرة كل تفصيل غير الستات كل تفصيل الستات عندهم بالطويل حيوي يقولك ادقل تفاصيل ممكن يا حضرتك لو اتصلت بيها تقول لها عامل ايه بس سؤال واحد بس ممكن تقعد نص ساعة في التليفون ما شاء الله مش باش قصدي والله حاجة دي حاجة دي هي السيكولوجيا بتاعتها كده اه يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقها بتحب تتكلم وتحب اللي يسمع لها الرجل برضو بيحب اللي اسمع له بس ايه بيحب يعني ايه يختصر في الكلام والمواقف يعني روحتي فين روحتي المكان فلاني مش هقولك في السكة قابلته عملته واه 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 امه بقى الفصل من الشاحن ودورت على شاحن عشان اشحنه لا اه بالضبط اه ممكن يعني ممكن حاجات دي كلها مش بفصائطة هو بالنسبانه مش مهمة يعني هتلاقى اي زوج زوجته بتحكيله اه روحتي كزا ايو لا ايوة يعني عملتي انجزتي المشوار دا انا مش عايز اعرف كل دا اه فهو هي بتهيأ لها انا هو مش عايز اسمع لها لا هو هو يعني عاوز المفيد امه هي لو حطت في ذهنها ان هو تكوينه وسيكولوجيته هو كده امه عايز الخلاصة هي مفروض الكل ستة بتعرف طبع زوجها وبتولف نفسها عليه زي ما بنقول والراجل نفس الشيء برضو عشان ما حدش يزعن مني اللي قال رجاله على فكرة كلامه وجه للطرفين امه البيت دا شركة وبعد كده خلي بالك ان احنا فيه اولاد فان احنا برضو يبقى تعاملاتنا يبقى فيها فيها حب وود عشان خاطر ولادنا يتشربوا هذا الحب وهذا الود وهذه الالفة انا النهاردة لما لما اشوف بابا مثلا جاب له ماما هدية في عيد ميلادها وانا كمان بالتالي لما اجبر وابقى الزوجها ههتم بزوجتي وانا كمان ماما برضو هبقى حابب البنت هتحب صورة الاب والولد هيحب صورة الام دايما البنت ما بتيجي ترسم يعني صورة لفارس احلامها تقولك لا انا عايزة عريض زي بابا ليه بقى شافت منه نموذج انه هو حنين انه هو كريم انه هو ما بيهنش مامتها انه هو صوتوات انه هو فيه تفاهم فهي حبت كل هيا نموذج ده الولد برضو سبحان الله هي كده يعني لما يجي اختار زوجها حتى لما تيجي زوجته تقوله اكلي ولا اكل ماما تبصوا تلاقيه عاوز زي ماما عايز نفسي طريقة كلام ماما نفسي نفسي يعني سبحان الله بيبقى هي الزوجة لو تفهم انه الرجل بيبقى عايز امتداد لمامته مش يعني في الاحاسيس وكده لا ولكن في الاهتمام والرعاية واننا ابقى فاهمة طبيعته يعني الامة طبعا بتبقى فاهمة طبيعة ابنها فمسلا بتغفر له هناته يعني مثلا بتبقى فيه حاجات معينة بتبقى خلاص هو بتبقى عارفة طبيعته فهو عاوز زوجة زي كده ما تبقاش بقى وقفله على الغلطة ما تبقاش كده فهو هي مسألة بس هو لو كل واحد اتتاني فرصة ان يعني يفهم ايه هو ده بيحب ايه يعني وهو اكيد في يوم الايام حتى لو غلطي يعني يبقى فيه حتاب رقيق يعني الفت النظر يعني ما سيبش ترقومات مثلا انا ليه سنة مش عايز اكلمك على واحد ان انت لات اربعة فيه عشرين غلطة ليك انا سكتلك عليهم لا انت كنت قلت من الاول اللي عارفة ليه لان هو يعرف منين ان ده مضايقك ما هالمشكلة لو حضرتك مثلا موجود مع حد بتعمل حاجة مثلا بتحب تقعد على الكرسي ده وهو كان بيحب ده هو ما قالكش فانت بتقعد حضرتك عادي طب انت لو قلتلي مثلا بحب بععد هنا انا مفيش مشكلة بالنسبالي اللي كنت قولي نتكلم نتفاهم يعني كده يعني فهو الفكرة في ان كل واحد بيشيل من التاني وهو ما بيقولش لا لازم بيقى فيه فاتفضة كده كل فترة وقعدت صراحة بحيث ان كل واحد يفضي اللي في قلبه ويبقى كده ايه يبقى النفوس مششيلة زي ما بنقول عشان ما يبقاش اللي على تكة يمكن مثلا بيجي حد مثلا حاجة ما تزعلش اصلا تكة صغيرة كده ده يروح دقيق انفجر لا هو مش ما انفجرش من دي دي كانت سبب لكن هو فيه ترقومات قديمة يعني مثلا الرجل هتلاقيه تعصى بتاع ايه ده ايه ده انا ما عملتش حاجة لده كله لا انا سكتلك اصل انتي كان فيه كذا 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 وانا مش راضي اتكلم لا كنت اتكلمت فده برضو بيبقى جزء من بتبقى فيه حتة حاجز نفسي بين الاتنين فلو حصل الحاجز النفسي ده الاسف هتبصر كل واحد يبتدي اخد جنب وتبقى الحام وملة يعني خلاص فقدوا الشغف زي ما بنقول ان هو كل واحد خد جنب ومش عايز يعترف للتاني اللي مدايقه او 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 الى اخره طيب هنتكلم على الاسباب يعني هل اسبابه ده مثلا يعني العناد فقط هل اسبابه الاهمال الموضوع فقدان الشغف ولا ايه الاسباب التانية يا دكتور بتفقد الشغف ما بين الزوجين عشان واحد يعني ياخد باله منها كده ويتجنب طيب هو حضرك سؤال جميل اشكر حضرك علينا الله يعزي حدي بص هو يعني المفروض زي ما قلنا في الاول الانسان لما بيعتاد على شيء برضو بتحصل له حالة ملل يعني ممكن حاجات بسيطة الزوجة تعملها تكسر بها حالة الملل ايه المانع اني الزوج والزوجة في وقت الفراغ يعني مثلا اي شيء مشترك بينهم حتى لو كانت اي لعبة من الالعاب الكترونية بقى كوتشينا دوم ايا كان شيء مشترك بينهم الانسان اسناء لما بيعني يعني مثلا بنعمل اي لعبة او اي رياضة او اي حاجة بيبقى فيه مثلا كلمات فيها بيحك فيها فكر كذا الموقف ده حصل لي قبل كذا بتبقى فيه حاجات ظريفة برا المعتاد انك انت لما بنقعد مثلا مش معقول وحنا بنلعب مثلا دومنا ولا كوتشينا هنفتكر مثلا غلطات لبعض اكيد هندحك ايه عم انت مش عارف ايه بص تلاقي ايه حصل نوع من المرح فنقل المرح ده لما بيدخل في الحياة بتحس ان حضرتك ايه طلعت الطاقة السلبية فده دي حاجة الحاجة التانية مثلا متعودين ان احنا نتغدى في مكان واحد ليه ما نغيرش مكان ليه ما نغيرش الديكور بتاع البيت نفسه لما الواحد بيغيره بيحس بتجديد يعني لو حضرتك مثلا مكان الفوتية بقى هنا الصفرة بقى هنا كل دي حاجات بسيطة جدا جدا لو الزوجة تاخد بالها منها هيحس كنه دخل بيت جديد فالحتة دي بتكسر حتة الملل هو نفس الشيء برضو مش هنجيب العبق كله على الزوجة يا جماعة عشان حاضر الستات ما يزعلوش مني يعني هو نفس الشيء برضو ما بقاش يعني ايه متعود على روتين معين نام في وقت كذا يعني هي لو طالبت منه نخرج ماشي نخرج ايه المشكلة معلش النهاردة يا ريت في الأجازة مش هناخدها أمر قضيها في زوج مثلا في الأجازة عايز ينام وعايز يقوله الأكل والشرب زوجة عايزة تخرج مثلا في اليوم ده عايزة تخرج لازم برضو يراعي ان هي أكيد عشان ما يحصلش الملل ده لازم أنا أجي على نفس شوية ما هو كل واحد لو جي على نفسه شوية مش هيجي على نفسه مش هيعمل حاجة بس ده كأن حضرق بتستثمر يروع له قدامه بس آه بتستثمر حضرق بتستثمر لحياتك يعني بتستثمر في الحياة الزوجية ما هو أكيد ما فيش حاجة بتيجي من غير تعب ما هو أنا مش معقول عايز كده أصلي إيه الفرق بيننا وبين الإنسان الآلي كده خطوات ثابتة وخلاص لا إحنا ناس يعني بشر عندنا روح وعندنا في العين بتحب تشوف الشيء الجديد المتجدد الزوجة برضو تجدد من شكلها تشوف الألوان اللي بيحبها زوجها الزوج نفس الشيء برضو يعني ما يبقاش ممل في كلامه يعني حاول يجدد يعني يسألها عن أهلها تسألوا هي عن أهله الولاد حصل إيه طب ما تيجي كذا السنة دي صيفنا في مكان كذا طب ما تيجي في مكان جديد حلو يعني الأفكار الجديدة دي كلها بتكسر الملل والروتين بتاع الحياة نتكلم عن ذكرياتنا برضو دي كلها نقاط يعني بقولنا ممكن نخلي وقت كده نقولي أني طلع ألبوم الصور مثلا فاكر لما كذا فاكر لما بنت عمي كانت في الفرق لو كلام كده ننكش بعض ننكش بعض بيه ده كله يخلينا نخرج مش كل حياتنا نبقى إيه كلام إيه المعيشة وحنجيب وحنعمل كلها حاجات الراجل كمان بيحس أنه مضغوط عاوزين وعايزين 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 طب إمتى حنعمل الكلام ده كله يعني ما تحسوش أنه دايما فيه عايزين حاجات وإنت مش قادرة تجيبها لنا إمتى حنعمل حاجات دي بلاش الضغوط كتير يعني ممكن الكلام ده يبقى في وسط كلام ما يبقاش إن فيه قاعدة قاعدة تنسبق قاعدة النكت دي قاعدة هو يطلب منه ويطلب منه أصلي أنت مش عارفة تدبري وعارفة تقتصي دي وأصلي أنت مش قادرة تجيب طلبات البيت أصلي دي مش عيشة فالكلام مش كويس بيجيب بعضه فإحنا خلينا يومنا لازم ما يخلوش من الكلام اللطيف اللي هو فيه ولو نكتة أقول لحضرك حاجة أنا كان عندي واحدة في القيادة جات دي قاعدة لي والله أنا بعمل حاجة كويسة بشوف بدخل على النت وشوف حاجاتي مثلا مضحكة وكلام زي كده وإحنا قاعدين بنتغدى بحاول لنقول حاجة فيها مرحة حاجة عجبتني الفكرة شغل الفيديو مضحك وتفرج علينا حاجة تعالي شوف الحتة دي شوف الفيلم المضحك ده إيه المشكلة دلوقتي إحنا بقينا نشغل الشاشات على الرسيفر يعني ممكن نجيب أفلام أصلا موجودة قديمة وكده فإحنا إيه المشكلة إن إحنا فيلم كنا بنحبه زمان وعايزين وكنا فيه إفهات معينة بنحب نشوفها كل دي حاجات جميلة وأفكار حلوة وطريقة أكل جديد كل ده حاجات هتخلينا مش معتدين كده حياتنا يعني تكسر الملأ المشكلة إن فيه أستاذ عاصم المشاكل اللي بتقابلني الزوج مثلا أحيانا بيداق من زوجته فيروح يقول لها والله إلا أروح أتجوز يروح تقول له ما تروح يتجوز إيه المشكلة هو على فكرة أنا دي بقى نصيحة لكل زوجة لو قلت لزوجك روح تجوز حتى لو في لحظة عصبية أو أنت بتدايق منه وأنت بتقولها مش قصدها حدث يعني حدث فعلا بالفعل إن كذا زوج عمل كده قال لا أنا عادي أنا مراتي مديها لتصريح الجوز هو على فكرة بالنسبة له مش بتهرج وبالنسبة له بتتكلم بجد فما تجيش إنتي بقى لما هو إيجي لفكر يتجوز يعني تزعلي بعدك تتعف راتود الجنن وتبقى مش مزدقة نفسها طبعا أنت من الأول إنتي قالك بحبه واحد اتنين ثلاثة ما عملتهوش طبعا هو الراجل يعني يعني ليه متطلبات وليه احتياجات واه واه فلما يشوفها بقى في لو راجل قلبه طيب والله دكتور أقل لي كلمة كده زي الطفلة يعني بيتم بديه بجيوز أيوة طبعا ما هو ده أنا قلت كده للرجل بيبقى عاوز انتداد لوالدته في حتة الاهتمام مش في حتة يعني في حتة الاهتمام أنا بقولش أنت تبقي مامته لا بس حتة الاهتمام هو هو يا سبحان الله ما عند ربنا بقى كده رجل اهتم يعني اتعود بالاهتمام فهو لما يسيب اهتمام والدته ويلاقيك انت هو بالنسبالك شيء سانوي ما هكيد حس في فرق وهتبقى مشكلة طيب بينما احنا داخلين على عيد القطحة المبارك كل السنة وحضرك طيبا نصيحة اللي نختم بيها وتقدمها لكل الأزواج ايه تحب تقول لهم ايه وخاصة اللي عندهم دلوقتي فقدان شغف يعني ممكن صحهم بيبقى في عيد القطحة يعملوا ايه يعني بص هقول لحضرك يعني النصيحة نصيحة بس متكونش مكلفة اوي حاضر لما شو مكلفة اوي والله على فكرة بص الست برضو والله يعني عشان ما نجيش على الست والله المرأة والله برضو كلمة يعني كلمة زعلة وكلمة تراضيها يعني فهي يعني حتى المرأة بتحب يعني بالأذن الرجل بيحب بالعين يعني الانساء بيبقى بصري اكتر في الحتة في الجزئية دي فهي لو كلمة بسيطة يعني هدية بسيطة في ايد ميلادها الرجل يعني الست بتفرح جدا جدا الهتمة بايد ميلادها خروجة بسيطة في عيد القطحة مثلا كده خروجة طبعا نغير جو كده اكيد اكيد يا سلام لو الامور متيسرة مصيف كويس كده يومين ثلاثة مع الزوج يا سلام يبقى سعيدة كده هتنسى كلهمهم دعين العقل وحضرتك عايز تنسي زوجتك اي حاجة مثلا ولا اي زعل خدها وخرجها وجب لها هدية وبس خلص خلصت المشكلة والله حتى لو وردها بسيطة كده تقدمها تقولها كل سلام طيبة دي بتبقى بالنسبة لهم يعني حاجة كبيرة حاجة ان احنا نقدر بعدنا البعض ويكون في مودة ورحمة مبينة اه وانا دايما بركزة لحطة الاولاد اللي بينا الاولاد اللي بينا شايفين كل تصرفاتنا بنحبوا بعض هيحبونا وهيحبوا بعض برضو وحيطلعوا ازواج صالحين وزوجات صالحات هيبحصل الخلفات هتبقى فيه عقد نفسية لا ان شاء الله الامور كلها تبقى متيسرة وامور كلها خير وكون كل المودة والجمال والرحمة والمحبة الصداقة الواجهة المولى عز وجل السعيدة ما بين كل الازواجة رب العالمين وفعلا لازم ننتهي زايد الاطحى وكل مناسبات الجميلة دي عشان نصل ارحمنا ونصل ازواجنا وكل الحاجات والمعاني الجميلة نطبقها بقى على الارض الواقع في هذه الايام كل سنوحاتك طيبة يا دكتور شكرا لك بالصحة والسلامة شكرا لك الدكتور امام عبدالله الاستشارة الصحة النفسية والاجتماعية شكرا لك فان لسا نقابلي معاكم ان شاء الله مشتاك كرام بعض الفاصل بإذن الرحمن فقرة حوارية اخرى من نهار جديد خليكم معا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة